اشتركوا في القناة وطلعوا على تراثهم وحضارتهم وأبنيتهم ولما كنا نزور هذه البلدان كثير من البلدان نسأل عن بلدان متطورة نسأل يعني عن مباني عن أماكن محتفظين بيها بطريقة يعني معتبريها تراث جزء من وجههم المضيء المشرق ونسألهم واحدة من الدول كثير من الدول بس واحدة منهم أذكرها الآن يعني بدوننا نذكر اسمها يعني كنا نشاهد فد مبنى صغير مبنى لبيت أو أو هكذا يشبه البيت والمحيطة بيه كلها بنايات جميلة وجديدة وحديثة ومرتفعة أبراج مثل ما يقال وكنت أسأل بعض منهم يعني لماذا هذا البيت هذا العتيق باقي لحد الآن قالوا هذا التراث طيب هذا التراث متى بنية هذا الكلام ربما قبل سنوات قليلة قالوا عام 1978 الله أكبر في 1978 الآن يعتبرون تراث يعني بعد 30 سنة 40 سنة يعتبرون تراث ويجب أن يحافظون عليه يعني تذكرت هذا وتذكره كثير من العراقيين كثير من الناس من العراقيين زاروا بلدان وشافوا وسئلوا عن مباني كثيرة أو شواهد كثيرة أشقد عمرها والآن يندهشون عندما يسمعون مثلا أن الحكومة المحلية بالبصرة بقيادة محافظة البصرة الهمام يقوم بهدم منارة جامع الصراجي الأثري اللي عمرها 3 قرون يعني هذه المنارة بنيت عام 1727 أي قبل 300 سنة ربما يعني أكبر من عمر أمريكا لأن أمريكا بال 1776 يمكن الحرب الأهلية وبعدها شكلوا الدولة يعني أقدم من عمر أمريكا هذه الدولة غزة العالم فجزء من حضارة الأمة حضارة الناس من اعتزازهم بنفسهم أن يتزون بهذه المباني التراثية لأنه هذه فيها دلالات من تراث وحضارة ودعك عن الجانب الديني هذه منارة لجامع وأهل العراق يعني غالبيتهم من الإسلام وهذا جامع المسلمين بيت الله وهذه منارة وبغض النظر عن هذا الشكل لكن هي تشكل جزء من تراث وحضارة هذا البلد كيف يمكن يد تمتد بهذا الإثم وتدمر هذا الأثر الجميل وهذا الأثر الرائع بتاريخه بدل من المحافظة عليه بدل من التفكير بإدامته بوضع التفكير بإيجاد طرق أو وسائل للاعتزاز لتقديمه أكثر لإبرازه أكثر لكن عندما تذكر أن هؤلاء الذين يحكمون للعراق من عام 2003 لحد الآن بدأ حكمهم بعصابات دخلت يعني دخلت المتحف العراقي وهدمت وكسرت وسرقت أجمل الآثار العراقية وأن هؤلاء الذين يحكموا لم يذكروا الآثار العراقية من ذلك التاريخ لحد الآن وعصابات كانت تحفر وتسرق وتنهب وتذب بالآثار العراقية إلى الخارج هؤلاء لا يحتفظوا وهؤلاء الذين يعني الآن يحكمون الدولة وهذا واقع حال ليس يعني ليس شتما لهم بقدر ما هو وصف للواقع دمروا البلد مع المحتل دمروا كل مؤسسات البلد كل بنات تحتية سرقوا وأفسدوا وخربوا ودمروا لذلك تهديم هذه المنارة طبيعي وينسجم مع أخلاقهم ينسجم مع توجهاتهم ينسجم مع رؤيتهم وتصرفاتهم وحماقاتهم التي بلا حجود نعم التدمير كشف عن أغراض طائفية استهتار بكل ما له قيمة إنسانية وحضارية عند العراقين ودينية قبل ذلك جامع الصراجي يقع في محلة الصراجي في قضاء بالخصيب في البصرة يعني المساجد العراق التاريخية القديمة مثل ما قلت بني عام 1727 ميلادية قبل ثلاث قرون كان يسمى في وقتها في المسجد الكبير في البصرة المبكي المحزن المضحك الذي يعني يبين مدى استهتار هؤلاء بعقول العراقيين دعك من السنة والشيعة دعك من هذا الكلام لأنه هذا الكلام سينتهي يوما ما وهذا اليوم قريب سيعود المجتمع هذا المتصالح مع نفسه إلى التعايش السلمي معه كل ما عنده وعاش قرون عديدة وهو مستقر وآمن ليس فيه طائفية لكن هؤلاء الذين أثاروا الطائفية من عام 2003 لحد الآن هم من يرفعون رايته وكل الخطابات وكل التصريحات والإعلانات تدلل على ذلك فلذلك أنا أقول دعكم من الطائفية دعكم من سنة والشيعة هذا الكلام الذي يعني لا يساوي شيئا لكن هؤلاء يعني غريبين في تصرفاتهم وزير الثقافة والسياحة والآثار الحادي في حكومة الإطار التنسيقي حكومة الميليشيات الحاكمة قال بالنص هذه المنارة يعني تهديم المنارة الحق الضرر بالإرث الحضاري الكبير للبلاد الله أكبر يعني أنت تعجب من تسمع هذا الكلام من وزير هو عنوانه وزير الثقافة والسياحة والآثار هو يعرف الثقافة وهذه جزء من الثقافة من ثقافة البلد ويعرف السياحة وهذه جزء من سياحة البلد ويعرف الآثار وهذه جزء من آثار العراق وهو يعني مسلم مو هكذا طيب كيف تقبل بهذا لماذا إذن حصل ذلك إذا أنت وزير في هذه الدولة ويحصل وأنت الوزير المختص والمسؤول عن الآثار والثقافة فتقول هكذا مشكلة كبيرة الجامع مثل ما قلنا هو واحد من آثار البصرة التاريخية المهمة ومنارته هي الأقدم لكنهم كيف تعاملوا تعاملوا مع الموضوع بإيهانة وازدراء واستهتار لا مثيل له الاستهتار ليس بحق تاريخ العراق وتاريخ مدينة البصرة وبحق أهلها لكن بحق العراق كله وبحق تاريخه وتراثه والشعبه ماضي وحاضره ومستقبله تعاملوا بهذا الشكل مثل اللص لص اللص يأتيك بالليل بالظلمة هم أيضا فعلوا هذه الجريمة وأسقطوا هذه الجرافات أيضا بالليل يعني بعد أن اضلمت الدنيا وإذا بجرافاتهم تتحرك ويرتكبون هذه الجريمة البشعة يعني هذه العقول الكسيحة لمحافظ يدعي أنه محافظ ويريد يبني لأنه تأثر على الشارع ألا تستطيع أن تجد حلل للشارع فتشيل البناية لا أعرف ماذا أقول الحقيقة التاريخ سيذكرهم وسيدعو الناس أن يشتموهم لأنه غيروا وخربوا ودمروا ما هو ملك للناس وليس ملك لهم ما ملك للعراق وليس ملك لهم هذا الجامع هذه المنارة هذا هذه الآثار هذا البلد هذه الأرض الزراعية وهذه المصانع وهذه الجوامع وهذه وهذه المدارس وهذه الجامعات وكل شيء جيد هذا ملك العراقيين شيعة وسنة وكراد وعرب ومسيحيين ومسلمين مو ملككم لن تملكوا مهما عشتم ستموتون واستذهبون وسيأتي عكم آخر وأهل العراق لن يقبلوا بهذا 20 سنة من الضيم والقهر والدمار وهذه هدم منارة جامع السراجي واحدة من وجوه هذا الحكم الكسيح الذي اشتاح العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير وألتقيكم في حلقة النخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة